ييجي مدير فني ييجي مدير فني مؤقت مدير فني طوارئ فايه؟ حكاية برضو درامية جدا الراجل ده كان بيلعب كورة بيلعب في نادي نانت الفرنسي انضم ليه منتخب كودي بوار وبدأ يبقى لاعب دولي كبير كبير يعني بيلعب في نص الملعب وهو في احدى معسكرات منتخب كودي بوار قبل كأس الامم الافريقية يحصل له مشكلة صحية يعمل فحوصات طبية يطلع عنده التهابات في الوريد اعراض بقى بتجيله تشنجات وتعب في الرقبة وفي جسمه تفاصيل صحية كثيرة جدا خلته يضطر يعتزل كرة القدم وهو في عمر 28 عام وقتها قال ان انا لاعب سيء الحظ انا اكتر لاعب القدر ظلمه انا اكتر لاعب ما كنتش محظوظ كان مسيرتي ما فوت بأفضل من كده بكتير كان نفسي اكسب كاس الامم الافريقية مع منتخب بلدي بعدها رأى اعتزل سافر فرنسا خد كورسات تدريب ودورات تدريبية كثيرة عمل معايشات مسك فريق شباب نيسي الفرنسي وبدأ ياخد مسيرته كمدرب في سن صغير جدا مسك منتخب كوديفوار تحت 23 سنة من عامين يعني في 2022 وبعد كده بقى مدرب مساعد في الجهاز الفني المنتخب الاول منتخب كوديفوار الاول جيمشي مدرب كوديفوار ويتولى هو مسئولية صعبة جدا في منتخب ربما واحد من اقل منتخبات كوديفوار على مرة تاريخ مش منتخب كو مش منتخب كبير بالمقارنة بالماضي يعني ده ما مسك المهمة بعد جاسكيه الموديل الفني السابق لمنتخب كوديفوار عمل ما هو اشبه بالمعجزة مباراة بعد مباراة بعد مباراة لحد ما وصلنا النهاردة تبقى متأخر بهدف وتسجل هدفين وتفوز بالبطولة مدرب حصل له ازمة صحية كبيرة انهت مشواره في كرة القدم مبكرا كلاعب يدرب بالصدفة المنتخب الافواري يقودهم للفوز بكأس الامم الافريقية على ملعبهم ووسط جمهورهم كوديفوار نفسها كمنتخب كان على وشك الموت ورجعت مرة اخرى للحياة مهاجم اللي سجل الهدف التاني النهاردة الكوديفوار وهدف الفوز واحد افضل لعبي هذه البطولة سبستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند اللي من سنتين بس سنتين بس كان على حافة الموت ايضا يصاب بالمرض اللعين يصاب بالسرطان شخص عادي يصاب بهذا المرض اللعين بيبقى عنده مشاكل كثيرة في صحته اصر وصمم كان عنده الاراضة انه يعمل عملية جراحية ويزيل الورم ويرجع تاني لكرة القدم بعد غياب اكتر من سنة ويرجع ويقود كوديفوار للفوز النهاردة بهذه البطولة بهدف رائع جدا منتخب بالكامل على حافة الموت يعود للحياة مدرب اعتزل بسن مبكر بسبب المرض لاعب كان على وشك الموت بالمرض اللعين قصة درامية كاملة متكاملة تتعامل فيلم سينمائي فيها كل العبر فيها انه مفيش حاجة فعليا في حياتنا جميعا اسمها مستحيل الوقت يبقى ايه هطلع برا كرة القدم محدش تاني يقول ان فيه اي حاجة في حياتنا مستحيلة لمرض هيهزمك لا ظروف هتهزمك لا ضغوطات هتهزمك مفيش اي حاجة ممكن تهزمك لو انت عندك الاراضة مهما كانت الظروف حكاية عظيمة حكاية كودفوري النهارده اللي فازت 2-1 على المنتخب الناجيري وهذا تكسب البطولة بالمناسبة للمنتخب الناجيري هو افضل منتخب في الكرة حاليا عنده لعيبة رائعة جدا عنده لعيبة مميزة جدا قيمة السوقية الاعلى في الكرة الافريقية عندهم افضل لعب في الكرة الافريقية فيكتور اوسمان للنهارده ناجيري عاني انت الشوت التاني لان فيكتور اوسمان تقريبا ان الشوت التاني كله بيلعبه ومصاب بشد في العضل الخلفية وكان واضح حالي التأثر مع نهاية الشوت الاول طيب نسيب كودفوري النهارده وافوزها به اشتركوا في القناة